موسيقى النشرة الاقتصادية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية نقلا عن الرئيس تبون تأكيده ضرورة العمل لكسب معركة نوعية في المرحلة المقبلة في مجال المؤسسات الناشئة بتكريس اقتصاد المعرفة والذكاء الاستناعي وتحقيق النجاعة الاقتصادية مشددا على ضرورة استهداف التمويلات الموجهة إلى المؤسسات الناشئة لفئة الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة ستشهد شركة الاقتصادية بين الجزائر وبولندا فتح آفاق استثمار جديد في المجال الزراعي بين البلدين لقاء جمع ما يقارب عشرين شركة بولندية متخصصة في الصناعات الفلاحية مع العديد من المستثمرين الجزائريين لبحث سبول إنشاء مشاريع استثمارية في المناطق الجنوبية من الجزائر خاصة في ولاية الوادي ومن جانبها تهدف بولندا إلى تعزيز قطاع التعبئة والتغليف وتصوير تقنية الكهر ضوئية مجال الفلاحي مهم بالنسبة للتبادلات التجارية بين البلدين لسيما ما تعلق بالمنتجات الحليب ومشتقاته وفي هذا الصدد لاحظنا وجود عدة فرص لتطوير الصناعات الغذائية سنحاول تطوير مجال التعبئة والتغليف وكذا التكنولوجيا الكهر ضوئية أهم أهدافنا لتطوير التعاون في هذا القطاع هو إنشاء فضاء لتسهيل المبادلات التجارية مع شركائنا والتعرف بالشركات البولندية وذلك لتلبية حاجات الشركات المحلية والتي ستشتغل في البيئة الصحراوية بجنوب الجزائر توجد عدة امتيازات يقدمها قانون الاستثمارات لعام 2022 بالأخص في الجنوب حيث تقوم سلطات البلاد بالترويج للاستثمار في هذه المناطق نحن على يقين بأن هناك فرصا للاستثمار في هذه المناطق تراجع تسعار النفط عند افتتاح التعاملات الأسيوية اليوم الاثنين متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق بعيدا عن تدعيات تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت تسليم ماي بـ 54 سنة بما يعادل 0.6% إلى 86 دولارا للبرميل و75 سنة وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي تسليم جوان بـ 12 سنة إلى 82 دولارا للبرميل و22 سنة ومنذ بداية العام ارتفع النفط بنحو 13% بسبب التوترات الجيوسياسية وتخفيضات الإمدادات التي أجرتها أوبيك بلاس وسيركز المستثمرون على عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي الموسى لاتفاقية لتزويد شركة توتال انرجز بـ 800 ألف طن متر سنويا من الغاز المسال على مدى عشر سنوات ابتداء من العام المقبل وذكرت توتال انرجز في بيان لها أن الاتفاقية تجعلها واحدة من كبار المشتري إنتاج الشركة العمانية وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إن اتفاقية البيع والشراء تأتي لتقوية حضور توتال انرجز في سلطنة عمان نتيجة للتعاون المستمر على مر السنين إن اتفاقية البيع والشراء تأتي لتقوية حضور توتال انرجز في سلطنة عمان نتيجة للتعاون المستمر على مر السنين والذي تمت ترجمته الآن إلى صفقة طويلة المدى إن الاتفاقية تعزز الشراكة المتنامية مع شركة توتال انرجز والتي لا تعد واحدة من أبرز شركائنا فحسب بل أحد أبرز المساهمين لدى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال هذه الاتفاقية تعزز الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال سمعتها كمزود يمكن الاعتماد عليه في الغاز الطبيعي المسال كما تظهر قدرتها الريادية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة أمنة ومستدامة للعملاء حول العالم أعلنت شركة النفط البرتغالية جالب انرجي عن انتهاء المرحلة الأولى من التنقيب في حقل موبان قبالة ساحل نابيبيا مقدرة بأنه قد يحتوي على ما لا يقل عن عشرة مليارات برميل من النفط وقالت شركة جالب بأنها أجرت عمليات اختبار في بئر موبان اكس واحد في جونفي وبئر موبان اكس اثنان في مارس وأضافت أنه تم اكتشاف أعمدة كبيرة من النفط الخفيف في البئرين الذين يفصل بينهما ثمانية كيلومترات حسب وكالة رويترز أكد المستشار الألماني أولاف تولز أن بلاده نجحت في الاستقلال عن امدادات الطاقة الروسية خلال أشهر معدودة فقط بفضل النرويج تولز خلال افتتاح معرض هانوفر التجاري الصناعي السنوي والذي تستضيفه النرويج أوضح أن استراتيجية ألمانيا التي وضعت على عجل بهدف الاستغناء عن الغاز الروسي نجحت إلى حد بعيد مطالبا في الوقت ذاته من المفوضية الأوروبية التقليل من التدبير البيروقراطية لتسهيل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو حقيقة إننا نجحنا في غضون بضعة أشهر فقط في الاستقلال التام عن الطاقة الروسية كان بفضل النرويج النرويج هي مورد موثوق في توصيد الغاز إلينا حتى أكثر مما تفقنا عليه في الأصل وستظل أكبر مورد للغاز لدينا في السنوات القادمة في الوقت نفسه تعمل رئيسة المفوضية في دعمنا على تقديل المزيد من الالتزامات البيروقراطية على مستوى الاتحاد الأوروبي الهدف هو خفض تدبير البيروقراطية بـ 25% على الأقل هذا سيكون جيدا لأن معظم القواعد البيروقراطية نشأت في بروكسل صعد احتياطي روسيا من العملات الأجنبية إلى 670 مليار دولار بارتفاع قدره 0.4% مسجلا بذلك أعلى مستوى له خلال عام ووفقا لما أفاد به البنك المركزي الروسي فإن احتياطات روسيا من العملة الصعبة ارتفعت خلال الفترة من الخامس إلى 12 أبريل الجاري بنحو ملياري وأربعمائة مليون دولار وأوضحت الهيئة المالية الروسية إلى ارتفاع ملحوظ في احتياطات نقدية خلال سنة الجارية مدعوما بالآداء الجيد للإيرادات بعد أن سجلت ودائع العملة الصعبة خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 8.4% أولوية للمسؤولية وستركز على الأمن تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة وإصلاح ميزانيتنا وإصلاح اقتصادنا هي أفضل حل لأنواع المخاطر التي نرى أنها تتصاعد في جميع أنحاء العالم وستخفض وزارة الخزانة الأسترالية توقعاتها أيضا للنمو لاقتصادات مثل الصين واليابان وبريطانيا ختم النشر الاقتصادية للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة